مرحبا انا دكتور ندا عبدالباقي اخصائر جراحة عامل جراحة المناظير حبي احكي لكم اليوم عن الاكل المفيد في الناس اللي عندهم ارتداد مريئي اول اشي بدي ابدأ بالاشياء اللي ما بصيرنا كلها اذا في عندنا ارتداد مريئي واللي هي الحمضيات بشكل عام البندورة الثوائل والاكل اللي فيه كافيين زي القهوة بالشاي الكحول الدخان الاكل الحار الاكل اللي مدهن او الزيوت والاكل اللي المقلي لانه كل هاي الاشياء بتزيد من افراز الحامض بالمعدة وبترخي العضلة اللي بأسفل المريء فبتزيد مشكلة الارتداد وبيدي احكي لكم كمان على الاشياء اللي ممكن تفيدكم اذا كان في عندنا ارتداد مريئي اللي هو اكل الالياف زي الخضار والفواكه عدا عن الحمضيات وانه ناكل لحوم بس يفضل انها تكون نحوم منزوعة الدسم او ما فيها دهنيات والشغلة الثانية اللي مكنت فيدكم اللي هي الحبوب الكاملة يعني زي الشوفان والامح وعدا عن هاي الشغلات ممكن نحتاج لعلاج واللي هو عبارة عن الدواء بيمنع افراز الحامض من المعدة مشان نحمي المريء من الحامض واثار السلبية عليه شكراه ووازار السلبية شوارته 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 ويعجه شكراه